أثمينة صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية لمنطقة قناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة وجه الرئيس الوزراء مصطفى مدبولي باستمرار إتاحة الأرز أمام المواطنين في المجمعات والمنافذ بالمحافظات على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع وزير التموين لمتابعة موقف الأرصدة والاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية والإطمانان أيضا على توفرها للمواطنين واستعرض الاجتماع موقف أرصدة السلع الأساسية وضرورة توفر مخزون استراتيجي آمن في ظل التحديات العالمية الراهنة قال الرئيس الأوكراني بلاديمير زلنيسكي أن القتال في منطقة دوناتسك شرق أوكرانيا ما زال محتدما كما كان في الأيام الأخيرة وأضف زلنيسكي أن مستوى الهجمات الروسية لم ينخفض مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجيش الأوكراني وثق أكثر من 400 جريمة حرب وتم العثور أيضا على جثث قتل من المدنيين والعسكريين بمنطقة خيرسون التي استعاد الجيش الأوكراني مناطق منها بعد انسحاب روسيا يلتقي اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ في جزيرة بالي باندونيسيا وذلك قبل انطلاق قمة مجموعة العشرين غدا الثلاثاء وعلى هامش قمة رابطة جنوب شرق آسيا أسيان بكمبوديا أكد بايدن أنه سيسعى إلى تحديد قطوط حمراء في العلاقات بين واشنطن وبكين وتوقع بايدن أن تكون المحادثات مع الرئيس الصيني صريحة أعلنت فرنسا أنها طلبت من أوروبا الإسراء في اتخاذ قرار بشأن رفض إيطاليا استقبال سفينة أوشين بايكينغ التي تحمل 230 مهاجرا وانتقد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفي فيران إن إيطاليا لرفضها استقبال السفينة وأنها تتخلى عن مسؤوليتها تجاه جيرانها من جانبها أكدت إيطاليا أن الدولا عدة تعهدت منذ يونيو الماضي استقبال 8000 مهاجر لمساعدة روما لكنها لم تستقبل منذ ذلك سوى 117 مهاجرا فقط أعلن وزير المالية البريطانية جيرمي هانت أنه سيتم اتخاذ قرارات صعبة جدا لإنقاذ الاقتصاد قبل أيام قليلة من عرض ميزانيته وقال هانت أنه سيطلب من الجميع تقديم تضحياتنا محذرا بأن الضرائب سترتفع في مواجهة ارتفاع غلاء المعيشة هذا وتجاوز معدل التضخم في المملكة المتحدة 10% وبسبب أيضا ارتفاع أسعار الطاقة وتكافح العديد من الأسر للدفع فواتيرها انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل موسيقى